أعلنت سفارة البريطانية في اليمن مقتل اثنين من أفراد طاقم السفينة التي استهدفها الحوثيون في خليج عدن قبالة السواحل اليمنية وأكد مسؤول أمريكي كبير مقتل اثنين على الأقل من البحارة وإصابة ستة آخرين في هجوم بصاروخ باليستي شنه الحوثيون على سفينة الشحن ترو كونفيدنس من جانبه قال العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين قال إنهم نفذوا هجوما على سفينة أمريكية بخليج عدن بالصواريخ البحرية وكانت الإصابة دقيقة انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على الأدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة ترو كونفيدنس الأمريكية في خليج عدن وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله ما أدى إلى نشوب الحريق فيها وقد جاءت عملية الاستهداف بعد رفض طاجم السفينة الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية وعلي تجدد القوات المسلحة اليمنية تنبيهها إلى كافة السفن بالتجاوب مع نداءات القوات البحرية اليمنية وعلى كافة طواجم السفن المستهدفة سرعة مغادرتها بعد الإصابة الأولى وللتعليق ينضم إلينا هنا في الستوديو الدكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية الأسطول الأمريكية البريطاني وهذه العملية التي أنشأتها الولايات المتحدة الأمريكية ثم العملية التي تقوم العملية أيضا البحرية التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي الآن كل ذلك الزخم على ما يبدو أنه لم يخيف الحسين بل على العكس ازدادت عملياتهم العسكرية كانت في البداية فقط تجاه السفن التجارية الآن يستهدفون بشكل مباشر حتى السفن الأمريكية ما الذي يحدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحية لحضرتك أولا وتحية لكل المشاهدين ما الذي يحدث هو نمط من أنماط حروب العصابات بدرجة مركزية الحوثيون أعتادوا على مثل هذه العمليات خلال ليست المواجهة الأخيرة مع ضد التحالف العربي لدعم الشرعية الذي انطلق في 2015 ولكن الحوثيون خاضوا مواجهات عسكرية منذ عام 1609-1996 خاضوا تمن مواجهات عسكرية قبل سقوط نظام علي عبدالله صالح وبالتالي هم معتدون على مثل هذه العمليات الخفيفة لأنهم معتدون هذه أرضهم وهذا نطاقهم وهذه مساحتهم الجغرافي خلال السنوات الأخيرة في تقريبا آخر سنوات هناك تحديث كبير للآليات الصاروخية للحوثيين هم لا يعتمدون في مواجهتهم على نمط الحروب نمط الجيوش النظمية التي تمتلك كامل القدرة وكامل الإمكانية الولايات المتحدة كما أشرت أنشأت ما يسمى بحماية تحالف حماية الازدهار في البحر الأحمر حالس الازدهار الاتحاد الأوروبي أطلق عملية سبيل رنسبي بقيادة يونانية ولكن كل هذه التجهيزات من وجهة نظري لن تكون يمكن أن تحقق بعض الضربات النوعية وبعض الاستهداف لبعض مناطق تجمع الأسلحة يمكن أن تساكد أيضا لبعض القواعد العسكرية داخل الأراضي اليمنية ولكن في الأخير هناك ثلاثة أوراق قوة شديدة الأهمية في مواجهة الحوثي أورقة الأولى هي طبيعة التدريس اليمني لأن في الأخير أنت لا تتحدث عن جيوش نظمية بقواعد عسكرية مثل المتعارف عليها في الولايات المتحدة أو حتى من الدول المستقر هناك جيوب أمنية تخزن فيها الأسلحة وبالتالي عملية التوظيف والاستخدام تختلف بشكل جزر الأمر الآخر المهم هنا أنهم أعلموا بتدريس بهذه المنطقة عندما نتحدث عن مضيك باب المندب أنت تتحدث عن 32 كيلو متر عرضا هذه المنطقة في القلب منها جزيرة ميون اليمنية يفصل بين الساحل اليمن والجزيرة 3 كيلو متر فقط والمنطقة الصالحة للاستخدام الملاحي 25 كيلو متر هذه المنطقة أيضا الصالحة للملاحة هناك سلسلة من الجزر التي يعيش أيضا عليها اليمنيون ويتكيفون معها ويمتلكون القدرة على الوصول إليها بشكل كامل منذ أسبوعين تقريبا كان هناك حوار مع أحد الخبراء الأمنيين الأمريكيين وقال استمرت الولايات المتحدة في مواجهة القرصنة في المحيط الهندي عدة سنوات ولم تنجح في القضاء على هذه العملية نحن الآن أمام حروب غير نظامية حروب لا تماثلية من حيث القوة والموازين والأوضاع النسبي وموازين القوة وبالتالي لا أعتقد أن الولايات المتحدة أو غيرها تمتلك القدرة على حسم المواجهة وستستمر عملية الاستنزاف المالي والعسكري اليوم مصد أمريكي كانت له تصريحات للحقيقة تبدو لافتة ومفاجئة في نفس الوقت قال أننا لم نكن نتوقع ما لدى الحوثيين من أدوات وأسلحة وصواريخ يعني اليوم هم بيستهدفوا السفن كالأول بيستهدفوها بطائرات مسيرة بدت خفيفة ببعض الصواريخ المعروفة التي حتى من الممكن أن يقوموا بتصنيعها لكن هم الآن يستخدمون الصواريخ الباليستية ضد البارجات الأمريكية والسفن الأمريكية هنا يطرح علامة استفهام كيف حصل الحوثيون على مثل هذه الأنواع من الصواريخ الأمر من وجهة نظري ليس محل استغراب هو الغريب هو تعليق الضيف أو تعليق الخبير لأن المفترض أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها 17 جهاز استخباري معضها يمارس أدوار شديدة الأهمية وشديدة الحساسية وشديدة الدقة في معظم العواصم العربي ولكن عندما نقول أن هناك هذه المجموعات أو هذه الكائنات بين قصين الميليشيات المسلحة التي تحارب على الأرض والميدان من سنة 96 إذا لم تستطع أن تصل إلى هذه الطاقة الصاروخية خلال السنوات الخمس الأخيرة أو السبع الأخيرة من 2015 إلى 2022 فأعتقد أنها أيضا هناك إمكانيات أخرى ليس فقط لنقل الأسلحة مباشرة إلى الحسيين ولكن نقل المواد الخام نقل الخبراء نقل المدربين نقل الكوادر الفنية القادرة على تصنيع وتجميع كما يحدث فيه مع حماس حركة المقاومة الفلسطينية حماس في الأخير هناك حصار مفروض بري وبحري على الحسيين في مواجهتهم الأخيرة خلال السنوات الماضية كيف يتم بناء هذه الترسانة إما من خلال نقل قطع غيار أو من خلال نقل خبراء متخصصين الإشكال الكبير أحمد كما ذكرت أن نحن لدينا خبرات تاريخية خبرات معاصرة لفشل وعجز الولايات المتحدة الأمريكية في إدارة مثل هذه المواجهات الولايات المتحدة ظلت تواجه حركات الجماعات والمشلشيات المسلحة في أفغانستان من 2001 حتى خرجت منسحبة في 2022 الفارق الكبير أن الولايات المتحدة قد يعني هناك جزئية أراها مهمة وللأسف الشديد سمعتها أيضا بالأمس من أحد الخبراء عندما يتحدث على أن الحوثيين هم بالأساس أداة أمريكية لإصارة التوتر في المنطقة سعيا نحو عسكرة البحر الأحمر وبالتالي الولايات المتحدة تمتلك القدرة على قمعهم والقضاء عليهم بقرار سريع أنا من نجة نظري هذا تفسير تأمري لإدارة العلاقة الدولية الحوثيون قوة حقيقية لديهم إمكانيات حقيقية لديهم خبر عملية بالأرض لديهم خبر عملية بالبحر يمتلكون القدرة على الوصول هم لا يردون نصرا عسكريا حاسما بهذا المعنى الدقيق للكلمة ولكن هم يردون توصيل رسائل واضحة ومباشرة لكل الأطراف أن استمرار العمليات العدوان على الأرض الفلسطينية المحتلة سيؤدي إلى استمرار الاستنزاف العسكرة والاقتصاد نعم سعود إليك دكتور لكن دعنا نشرك ضيفة آخر لإثراء هذا النقاش ينضم إلينا عبر الإنترنت من القاهرة السفير حسين هاريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبر سياد سفير أحييك ما زال الحسيون يقومون بعملياتهم العسكرية ضد السفن التجارية الذاهبة لها السواحل سواحل الاحتلال الإسرائيلي العمر تطور أنهم حتى الآن يستهدفون السفن الأمريكية السفن البريطانية وحتى البارجات العسكرية كما رأينا اليوم الجديد أنهم حتى وقع أعتقد على الأقل قتيلين على إحدى هذه السفن بسبب استهداف اليوم ما يقوم به الحسيون أنت بخبرتك الدبلوماسية هل هو مفيد للقضية الفلسطينية لأن الهدف المعلن من قبل الحسيين هذا من أجل تخفيف الضغط ضغط الاحتلال على غزة إيقاف هذه الحرب بإدخال المساعدات إلى أي مدى تعتقد أن هذا الهدف من الممكن أن يتحقق من خلال هذه الوسيلة مساء الخير أولا يعني طبعا من وجهة نظر الحسيين هم أعلنوا منذ البداية أن ما يقومون به هو لدعم المقاومة الفلسطينية في تصديها للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بمعنى أنه في حالة توقف هذا العدوان فإن هجمتهم على السفن في البداية كانت السفن التي إما بترفع العالم الإسرائيلي أو المتجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلي دي السفن اللي بيستهدفوها بعد كده حضرتك بيستهدفوا السفن الأمريكية والبريطانية فلاحظنا حضرتك اتساع الصراع ولا أنا شخصيا لا أعتقد أن الأسلوب اللي بيتبعوا الأمريكيون ومعهم حلفائهم من بريطانيا في التعامل مع التهديدات الحسية هو الأسلوب الأمثل وأعتقد أنه زاد الموقف تعقيدا في جنوب البحر الأحمر وطبعا كان له تدعيات اقتصادية صعبة على مصر وهي بتحاول ومصر دولة عربية دولة جوار جغرافي لإقتعاء غزة بتحاول جاهدة مع قطر ومع الإدارة الأمريكية للتوصل إلى وقف إطلاق النار لكن من ناحية أخرى عندما نحلل المشهد عندما نحلل هذه المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من جانب والحسنين من جانب آخر هو المواجهة أنا لا أضحها فقط في إطار التعامل مع العدوان الإسرائيلي على اقتعاء غزة أنا في تصوري أن ده بيتعلق بحاجة أشمل من كده وهي استراتيجية المواجهة غير المباشرة بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وحلفاء أمريكا وخصوصا بريطانيا من ناحية أخرى فما يقوم به الحوثيون أيها نعم يعني حجتهم أو تبررهم أن هم بيقومون بذلك دعما للمقاومة الفلسطينية مقبولة لكن أعتقد أنه الدور اللي بيقوموا به هو دور أكبر من ذلك طبعاً الأسلحة الترسانة الأزهروها خلال الشهر الماضي أعتقد تدل على أنه هم يعملون بتنصيق مباشر مع إيران حتى لو كانت إيران قالت أنه القرار الحوثي ده قرار مستقل لكن أنا أعتقد حضرتك أن المواجهة الحقيقية في المنطقة هي مواجهة غير مباشرة بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية وما العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى جزء من هذا المشهد المعقد وأعتقد أنه إذا لم يتم وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تدعيات تدعيات هذا العدوان حتكون تدعيات لا أريد أن أستخدم كلمة كارثية لكن أنا يعني أعتقد أنه المنطقة كلها منطقة الشرق الأوسط فلسطين البحر الأحمر شبه الجزيرة الخليج أعتقد كل هذا هيكون في توتر عالي جدا يعني وأي طرف من أطراف الموجهة سواء الموجهة المباشرة أو الموجهة غير المباشرة يخطئ في حساباته ممكن تعرض المنطقة كلها إلى حريق يعني شامل لن يعود بالفائدة على أي طرف طيب ابقى معي سيد سفيس أعود إليك فقط أقرأ هذا الخبر العاجل وسائل إعلام الإسرائيلية الجندي القتيل والمصابون الاثنى عشر سقطوا في كمين بمدينة حمد غربي خان يونس وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن مقتل جندي وعصابة ثلاثة عشر من بينهم ثلاثة في حالة خطيرة في المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة أما مستشفى سوركا الإسرائيلي تتحدث عن استقبال تسعة جرحة من مناطق القتال من بينهم اثنان في حالة حرجة هذه آخر التطورات والأخبار العجلة فيما يخص الأوضاع الميدانية والعملية العسكرية دكتور عصام سيد سفير ألمح لنقطة مهمة هذه الأدوات التي تستخدمها هذه الإمكانيات لدى الحسيين أيضا المعلومات هم يستطيعون الآن أن يفرقوا هذه السفينة تابعة لأمريكا تابعة لبريطانيا ذاهبة لإسرائيل هذه المعلومات بالتأكيد ليست متوفرة للجميع لعله يشير إلى أن هذا لن يكون متاح للحسيين دون تواصل بشكل أو بآخر مع إيران وهذه مواجهة غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران هنا في المنطقة حتى ولو كانت اللافتة هي تخفيف أو وقف الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة تتفق مع هذا الطرح؟ تتفق تماما يعني لا يوجد من وجهة نظر من ينكر العلاقة الاستراتيجية بين الحسي وإيران يعني هناك العديد من الشواهد التي تؤكد عن ذلك إيران حريصة طول الوقت أنها تؤكد أو تنفي الصلة التي بينها وبين الحسيين حتى تؤكد على استقلالية عملية صنع القرار التي تتم بين داخل الحركة وتؤكد أيضا على أن هناك نوع حتى لا تورط نفسها في الارتباط بأي عمليات أو أي عمليات اعتداء تتم داخل البحر الأحمر من جانب ولكن في الأخير لا هناك ارتباط استراتيجي على مستوى الخطط على مستوى الاستراتيجيات على مستوى التسليح وكما أشار سعادة السفير هناك من وجهة نظر حرب بالوكالة في هذه المواجهة حرب بالوكالة لا تقف حدودها عند الحوسي باعتباره أحد أهم الأزرع الإيرانية على الأراضي اليمنية ولكن أيضا الميليشيات المسلحة في العراق وفي سوريا في الأخير هي أزرع إيرانية توجد وثائق ومستندات تؤكد هذه العلاقة الاستراتيجية الجميع نفع هذا الكلام بشكل أبو هم قالوا أنه في علاقة لكن في النهاية هل تعتقد أن الحوسي من الممكن أن يقوم بهذه المغامرة لأنه فقط عنده علاقة بإيران هو يواجه أمريكا بمفرده ليست أمريكا فقط أمريكا وبريطانيا والإتحاد الأوروبي الفكرة الفكرة كما ذكرت حضرتك في البداية نحن لا نتحدث عن حروب تقاس بموازين القوى المتوزنة وأن هناك توزن القدرات العسكرية نحن نتحدث عن مواجهات الهدف منها توصيل رسائل إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تواجه الحوثي بإمكانيات وقدرة دون تشكيل تحالفات لديها عشرات القواعد العسكرية في البحر الأحمر لدينا 8 دول تطلع على حوض البحر الأحمر تشترك ترتبة الولايات المتحدة الأمريكية معهم في علاقات تعاون وتنصيق أمني ولجيستي وعسكر لدينا عشر دول عشر دول في البحر الأحمر عشر دول من خارج الأقليم لديها قواعد عسكرية في هذه المنطقة لدينا جزر بالكامل هناك الأسطول الخامس الأمريكي يتحرك بشكل دائم في البحر العربي والمحيط الهندي والأسطول السادس في البحر المتوسط وبالتالي الولايات المتحدة إذا كانت بالفعل دون أن تحشد لتحالف حارس الازدهار لديها من الإمكانية والقدرة ما تستطيع أن توجع به أو توجه تقضي على الحوث ولكن ليست هذا هو النمط المستلن لا تواجه روسيا أو لا تواجه الصين هناك نقطة ممكن تكون متعلقة بالهدف هدف الحوثي كان واضحا منذ اللحظة الأولى أنه يريد إيقاف هذه الحرب إدخال المساعدات لغزة قال ستقف الحرب على غزة ستقف سيقف مسألة الاستهداف السفن الذهبة لإسرائيل ومن يحميها حتى الآن البعض يقول بعد 150 يوم لم يتحقق هذا الهدف بل هناك إشكالي أجمع تمت عسكرة البحر الأحمر بأكمله تم قطع سلاسل التوريد بلد عربي كبير كمصر تضرر تضررا مباشرا وبليغا من هذا الأمر بسبب مسألة قناة السويس البعض يقول ماذا تفعلون الهدف لم يتحقق ودول عربية هي من تضررت في المقابل إذا كان هذه تعبر عن وجهة نظر الحوثيين عندما قاموا بهذه العملية لديهم أهدفهم ولديهم مصالحهم الاستراتيجي أحد الأهداف المعلنة هو دعم حركات المقاومة في الأراضي الفلسطينية في مواجهة العدوان ولكن من بين الأهداف المعلنة الأساسية أصل أيضا التي يسعون إليها هو الحصول على نوع من أنواع الشرعية الدولية في إدارة علاقاتهم باسم اليمن وليس باسم الحركة الحسين فهذا هدف أعتقد أنهم نجحوا في تحقيقه بدرجة كبيرة الأمر الآخر هو الصورة الزهنية وبناء الصورة الزهنية في مواجهة الوجود الأجنبي في المنطقة يصدرون أنفسهم على أنهم ضد هذا الوجود وأنهم حركة مقاومة جديدة صاعدة يمكن أن تشكل نوع من أنواع أو تخلق نوع من أنواع التوازن في مواجهة القوى التي يصفونها بأنها استعمارية استبدادية تسلطية تسعى الله يمنع المنطقة بهذا الشكل بهذا التوصيف ما الذي يتحقق الآن هناك جزر للمشكلة هم أعلنوا ابتداء أن هذه العمليات مرتبطة بوقف العدوان إذا كنا نبحث عن تسوية لهذه الأزمة فالأمر بمنتهى البساطة هو حل الإشكال الأساسي الذي من أجله خلقت هذه الأحداث تقاف العدوان وهو وقف العدوان إثنين إذا كانوا هم حتى الآن لم يحققوا أهدافهم كما نقول من هذه العمليات وهم بدأوا منذ ثلاثة أشهر تقريبا هل نجحت إسرائيل في المقابل بأن تحقق أهدافها خلال خمسة أشهر من عدوانية على قطع غزة في القضاء على حركات المقاومة من وجهة نظري ظاهريا غير واضح وظاهريا لا يمكن حسمه لأن في الأخير هناك ما يميذ هذه الحركات وهو العمق البشري والمتجزر في الأرض التي لا يمكن أن القضاء عليه بشكل حاسم وبالتالي ستستمر عمليات القر والفر دون قدرة على حسم الصراع بشكل كامل حتى لو استمر أمدوها إلى عشرة السنوات ريترز في خبر عاجل جنوب أفريقيا تطالب محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل السؤال الذي يطرح نفسه ماذا عن الإجراءات الإضافية السابقة هل نفذتها إسرائيل من الأساس أعتقد سؤال سيطرح بالتأكيد في سياق هذه التاطية سيد سفير اسمح لي هناك إشكالية الحوثيون بغض النظر عن الأهداف عن الخلفيات عن حقيقة ما يقومون به لكن هم لدى جزء ليس بالقليل من الرأي العام قاموا بما عليهم وأدوا دورا ما جيد لأنهم عندما يقارن يقارن ما يقوم به ما يقوم به الحوثي مقابل ما تقوم به الأنظمة والدول العربية البعض يقول الدول العربية لم تفعل شيء شيء ملموس أقصد هنا مقابل أن الحوثي بالفعل أثر تأثيرا مباشر لا أقول في الاحتلال الإسرائيلي ولكن حتى في داعمي من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هل هذا صحيح الإشكالية هنا تصبح إشكالية الأنظمة العربية التي لم تتحرك تحركا حقيقيا وجديا لإيقاف المذابح اليومية التي نراها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة يعني بداية حضرتك إذا قررنا سنوك الحوثي منذ أكتوبر 2023 قرناه بالحروب الإسرائيلية الأربعة على قطاع غزة اعتبارا من عام 2008 2009 مرورا في 2012 2014 2021 هنجد أن دين مرة الأولى الحوثيون يقومون فيها باتخاذ إجراء زوطابع عسكري لحد ما للتعامل مع إسرائيل دي أول ملاحظة حبة تاني ملاحظة أنا لا أريد أن أشكك في صدق ما يعلنه الحوثيون أنهم يعربون بهجمتهم عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني لا أشكك في ذلك لكن السؤال الآن هل هذا السلوك هل هذا الهجوم اللي بيستهدف السفن المتجهة الإسرائيل أو السفن أو البوارج الأمريكية والبريطانية هل أدى بعد شهر أو شهر ونص من هجمات العنصر الحوسي هل أدى إلى وقف العدوان لم يؤدي إلى وقف العدوان بل بالعكس دولة عربية كبرى مصر وشعب مصري وقف أمام اليمن ووقف أمام اليمن في الستينيات وبعد 2015 رفض أن هو يشارك بصورة مباشرة في النزاع المسلح اللي دار بين بعض الدول الخليجية وبين العنصر الحوسي تقصد وقف مع اليمن سيادة سفي حتى تكون بس الأمور تقصد أن وقفت مع اليمن وليست أمام اليمن إحنا حضرتك إحنا امتنعنا بعد 2015 في الاشتراك بصورة فعلية في أي نزاع مسلح مع اليمنين وتحديدا الحوثيين فيعني إحنا سراحة أنا شخصيا الحكسة سألتني رأيي أنا شايف حضرتك وأنا لا أريد أن أقلل يعني من الدوافع الوطنية الدوافع القومية اللي دفعت العنصر الحوسي بالشان الهجوم لكن أنا بقول هل تحققت الأهداف اللي من وراءها من وراء هذا الهجوم لم تتحقق لأن للأسف الشديد للأسف الشديد العدوان الإسرائيلي مزال مستمرا حتى اليوم ومصر الدولة التي تدرر بصورة مباشرة من أفعال الحوسي في جنوب البحر الأحمر والشعب المصري وعندما أكون مصر هي بشير تحديدا للشعب المصري بينما إحنا اللي تدررنا التجارة مع إسرائيل لم تتوقف يعني هو قال أنا بستهدف السفن المتجهة لإسرائيل طيب ما التجارة مع إسرائيل خدت طرق أخرى فأنا كل اللي أرجوه يعني رسالتي إذا كان ممكن حتى تسمحني أن أنا أوجه رسالة من مواطن مصري يعني مش من الحكومة المصرية للقيادات الحوثية أنا أرجو منكم أنا أتفهم نبل هدفكم ونحن نحن نتضامن معكم إحنا كلنا نعمل ومصر كدولة بتعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على قطع غزة بس بأسليب ليس بالضرورة تكون أسليب عسكرية لكن أنا كمواطن بصري أنا أنشتكم أن أنتو تعيدوا النظر وتعيدوا التقدير وتعيدوا الحسابات فيما تقومون به في جنوب البحر الأحمر لأن الدولة الوحيدة التي تضررت من هجماتكم مش إسرائيل مصر ويجب أن تعلموا أن مصر بتدعم اليمن اليمن بكل تواقفه لا نفرق بين الحوسي وغير الحوسي فلكن أنا لا أعتقد حضرتك يعني إحنا مصر يعني حضرتك أشرت إلى الأنظمة العربية أنا أعتقد مصر دعنا نترك سيد سفير دعنا نترك مسألة الأنظمة العربية لبعض حضرتك استخدمت التعبير دفن لا عفوا عفوا أنا هرجع لي أنا هرجع لي وهرجع مع حضرتك لكن هو عندنا فاصل قصير سأقرأ هذا الخبر العاجل قناة المسيرة التابعة للحوسيين غارتان لطائرات العضوان الأمريكي الأمريكية البريطانية على مطار الحديدة الدولي هذا طبعا ردا على الاستهداف لأحدى السفن البريطانية اليوم والتي أدت إلى مقتل اثنين على الأقل من طاقامها إذن قناة المسيرة تتحدث عن غارتان لطائرات أمريكية وبريطانية على مطار الحديدة الدولي